للحديث أكثر عن حالة التجاذب بين شركاء العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ يحيى السنبول أهلا بك شيخ يحيى يعني بداية مقاطعة شعبية شهد لها إياد علاوي كما تعلم وحدد نسبتها بـ 12% مع ذلك دخلت الأحزاب والميليشيات في رحلة الصراع رغم الرفض الشعبي لها هل الميليشيات والأحزاب المتصارعة حريصة باعتقادك على الديمقراطية أم أن الصراع على المناصب في دافع صراعها برأيك أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين المقاطعة الشعبية رسالة بليغة إلى العالم بأن الشعب العراقي بأغلبيته الساحقة يرفض مشاريع الخداع وتزوير إرادته التي قال من تهجها لاحتلال الغاشم بالتوافق مع إيران العدو التاريخي للعراق وبمباركة أنظمة الظل والاستعباد التي وجهت أبواقها الإعلامية للتسويق بهذه الفحاليات المحسومة سلفا من قبل المحتلين الشعب العراقي قاطع كل مسرحيات الانتخابات وتيقن بالدليل القاطع إن ما تسمى العملية السياسية التي فصلها الإحتلال على مقاسات أتباعه ليس لها من هدف هو الفوضى والدماء والتخريب وجعل العراق مرتعا لكل قوى الشر والحقب على الأمة ومنطلقا للتهديد الإقليمي والعالم والتنافس الدائر الآن بين ذكاكين الأحزاب الفاسدة والميليشياوية أبعد ما يكون عن ما تسمى الديمقراطية إنما هو تنافس على النهب والفساد كل يبحث عن أموال لتغذي ذراعه الميليشياو المسلح وليديادة صطوته على مقدرات العراق والهرمات شيخيحيا برأيك ماذا يمثل قرار قادة الميليشيات عناصرها إلى الشارع بنزول العناصر إلى الشارع بعد أن خسرت مقاعدها ما يعني بالنتيجة تهميشها في البرلمان بعد أن كانت كتلة كبيرة في انتخابة 2018 هل يمكن فرض إرادتها على الشارع بالقوة؟ قلنا أن الصراع الدائر بين هذه الدكاكين الميليشياوية التي اعتمدها المحتل الأمريكي والإيراني هي من أجل أموال والمناصب باستمرار مشروعه المدمر للعراق والنزول إلى الشارع بحجة خسارة المقاعد في مجلس النهب الذي أقره الاحتلال إنما الخشية من فقدان هذه الموارد التي اعتادوا على نهبها وتقاسمها فالدولة ومؤسساتها تعتبر في نظر هذه الدكاكين وهذه الميليشيات هي مغنما وليس مسؤولية للنهوب بالبلاد نعم اليوم شيخ يحيى وبعد التنازع بين مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا من جهة ثانية على إعلان النتائج والتسرع في ذلك السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن الأمور يمكن أن تذهب باتجاه التصعيد؟ الآن يشعر الخاسرين بسقدان مكاسبهم وهم يهددون بالتصعيد النزاع بين المفوضية والمحكمة هذا لإشغال الرأي العام لا أثر والنتائج التي أعلنتها المفوضية سواء الأولية أو الأخيرة بعدما تمت بالتثبيق وإعادة الفرد إنما هي نتائج متفق عليها بينها طرفي الاحتلال الأمريكي والإيران الذين قرروا إذا حدث من عناصر الصف الأول للتخلص منهم باعتبار قد تحملوا مسؤولية فتادهم الكثير الذي أثم الألوف أمام العالم ولم يعملوا على الاستقرار حسب ادعاءات المحتلين تم استبدالهم الآن بعناصر من الدرجة الثانية تقوم بخدمة المحتلين والطمانها الجديد كل ذلك لا ينقلي على أبناء شعبنا ولا على أحرار العالم المراقبين للوضع العراقي والدليل الأبرز على ذلك إن كاظمي بإدارته الهزيلة الساذجة غير قادر على مواجهة إيران أو الميليشيات لذلك إن ما يجري هو مرهول بإرادة المحتل الإيراني والأمريكي وهم أصحاب القرار في السؤال الأخير تفضل سيد يحيى سيطر عليها من قبل الاحتلال ولغايات في نفسه لفرغ أجمدات خفية لربما تتضح لاحقا في سؤال أخير الآن إليك سيد يحيى هل تتوقع صداما محتملا بين الميليشيات التابعة للأحزاب الخاسرة في الانتخابات الأخيرة من جهة وبين أتباع الصدر من جهة أخرى هل هذا وارد؟ الميليشيات جميعها أدرع مسلحة تسبع أطراب خارج الحدود وتأخذ تعليماتها منهم وقلنا إذا استوجبت تصعيد فهي أوامر المحتل لتنفيذ مخطفاته نعم شكرا جزيلا لك أمين سير مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخي حيسون بول كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك